الصحة تعلن بدء تعطيم العاملين في قطاع السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سينة كمان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة سويس كنا سنتكلم على القناة أيضا شاهدوا تطعيم المرشدين العاملين في هيئة قناة سويس بلقاح الفيروس لو بتعكروننا المستجدد ده كوفيد 19 أو كوفيد 19 النهار ده الصبح يوم الثلاث من داخل مستشفى هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية وزيرة الصحة الحقيقة توجهت بالشكر لكل العاملين في هيئة قناة السويس للجهود اللي بزلوها واللي بيبزلوها وبتؤكد أهمية القناة أمام العالم واللي بنثبت كل يوم أنه أيوة القناة هي أهم مجرى وشريان ملاحي موجود وإن لم يكن الأهم فهو من الأهم ومن الأكثر أهمية وإنه الاستثمارات اللي عملناها في محلها 100% شريان رئيسي وأساسي للتجارة الدولية لفتت الدكتورة هالة زايد النظر إلى أنه الدولة حريصة على إدارة أثبت جائحة فيروس كورونا بالتوازي مع النمو الاقتصادي عشان ما يحصلش عملية تعطيل للعجلة الاقتصادية أو للنمو أو للتنمية أنه فيه اهتمام بالصحة العامة وهذا الاهتمام له أثر كبير على الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر